نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد مختلف الليل والنهار وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الأوسو والخزرج ينظمون الخرز من أجل أن يصنعوا تاجا ليجعلوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على المدينة فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم دانت له القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا وصار الملك لله رب العالمين شرق عبد الله بن أبي بن سلول بحلقه وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيضا إلى نفسه حتى إنه أساء الأدب معه مرارا مرة قال له إليك عني فلقد آذاني نتن ريح حمارك ومرة قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ومرة قال وما نحمه محمد إلا كما قالت العرب سم من كلبك يأكلك وكانت أعظم تلك المصائب وأكبر تلك البوائق ما فعله في غزوة المريسية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى بني المصطلق في أواخر السنة الرابعة من الهجرة وأظهره الله عز وجل عليهم حين أغار عليهم وهم غارون ثم في طريق العودة كان من أمر الله ما كان حين ذهبت أم المؤمنين عائشة عليها من الله الرضوان تبحث عن عقد لها قد فقدته وكان من جزع ظفار فظن من يحملون هودجها أنها فيه لأنها كانت جارية حديثة السن خفيفة اللحم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش بالمسير فذهبوا لما جاءت رضي الله عنها افتقدت الناس فجلست في مكانها وقالت افتقدوني رجعوا إلي فكان في آخر القوم صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يكون في آخر الناس لو أن إنسانا سقط منه شيئا أو نسي شيئا فإن صفوان عليه من الله الرضوان يكون هو الذي يجمعه فلما رأى سواد إنسان اقترب فلما رأى أنها عائشة وكانت قد غلبتها عيناها فنامت وكان يراها قبل أن يضرب عليها الحجاب قال ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك يرحمك الله إنا لله وإنا إليه راجعون قالت فاستيقظت على صوت استرجاعه والله ما كلمني بكلمة غيرها وأناخ بعيره ثم بعد ذلك أقبل بها يقودها نحو المدينة فتكلم عبد الله بن أبي بن سلول بكلمة خبيثة قال زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب والله ما نجت منه ولا نجى منها وسرى حديث الإفك في الناس سريان النار في الهشيم وتكلم به بعض المؤمنين حسنية منهم فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وقبل أن أشرع في تفسيرها إخوتي واخواتي أدعو أم المؤمنين عائشة تحدثنا بالذي كان فيما رواه محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله وكلهم قد حدثني بطائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا يعني بعضهم كان أكثر إحاطة بقصة الإفك من بعض هؤلاء الذين حدثوه عروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول محمد بن الشهاب رحمه الله وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني وبعض حديثهم يصدق بعضا ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من تمام عدله صلى الله عليه وسلم فإن عائشة أحب نسائه إليه ما كان يصحبها في كل سفر بل كان يجري قرعة بين نسائه فمن خرج سهمها رافقته قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا والهودج إخوتي وأخواتي هو بيت من صوف أو بيت من شعر وتجعل فيه المرأة تجعل فيه الذرية وتحمل بما يشبه العود أو العودين فتكون فيه فترفع على البعير وتنزل منه وهذا كله من باب خدمتها والعناية بها وتخفيف مؤونة السفر عليها تقول رضي الله عنها حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة وتلك الغزوة كانت هي غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع كذلك المريسيع لاسم ماء هناك ودنو المصطلق اسم للقوم قالت آذن ليلة بالرحيل أي أمر الناس بأن يتهيأوا ليه الرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني معنى أنها ذهبت لقضاء حاجتها رضي الله عنها قالت فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع ظفار مدينة باليمن الله أعلم هل هي التي في عمان الآن أو غيرها لكن شراح الحديث يقولون مدينة باليمن والجزع هو الخرز يعني ما تصنع منه المسابح الآن يعني ما كان عقدها ذاك من زهب ولا من فضة وإنما كان من جزع قالت فرجعت فالتمست عقدي فحبسني بتغاؤه يعني أنها رجعت في طريق الذي جاءت منه تبحث عن ذلك العقد وما زالت تمشي رضي الله عنها قالت وأقبل الرحط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت وكان النساء إذاك خفافا لم يغشهن اللحم يعني ما كنا سمانا إنما يأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه يعني عائشة رضي الله عنها كانت جارية حديثة السن خفيفة اللحم ما يشعر هؤلاء الذين يحملون الهودج هل هي فيه أو ليست فيه فرفعوا ذلك الهودج وما أنكروا ثقله فبعثوا الجملاء وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش يعني بعدما استمر الجيش في مسيري فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب يعني ما فيها أحد فتيممت منزلي الذي كنت فيه يعني المكان الذي نزلت فيه في تلك الاستراحة وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت هي رضي الله عنها لأن السفر طويل والإرهاق قد أدركها من بحثها عن عقدها فغلبتها عينها فنامت صنيع أحدنا الآن إذا كان في طريق سفر وهو يركب سيارة أو طيارة لربما غفى غفوة قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي قد عرس أي نام فأدلج أي سار قبل الفجر فأصبح عند منزلي فرأى عند المكان الذي أنا فيه المكان الذي نزلت فيه فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب علي الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون فانتبهت قالت فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي يعني أصلا ما حصل بينهما كلام فضلا عن غيره حتى أناخ راحلته فوطئ أي داس على يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة يعني الجيش كان في مكان والضحء الدنيا قد أشرقت بنور ربها والظهيرة قد اقتربت يعني الساعة صارت الحادي عشر أو الحادي عشر والنصف فجاء صفوان رضي الله عنه يقود عائشة رضي الله عنها قالت فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول هذا نص من أمنا رضي الله عنها بأن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول محمد بن شهاب الزهري رحمه الله ساق هذا الحديث بطوله لماذا؟ لأن الوليد بن عبد الملك كان قد سأله قال له من الذي تولى كبره؟ فقال له عبد الله بن أبي بن سلول فقال له كذبت بل هو علي بن أبي طالب فقال له ابن شهاب أنا أكذب لا أملك والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب ما كذبت ولكن حدثني رجلان من قومك وساق هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وساقه بطوله بأن عائشة رضي الله عنها قالت الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول قالت فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهرا اشتكيت يعني مرضت رضي الله عنها والناس يفيضون في قول الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطفة الذي كنت أرى منه حين أشتكي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيقا شفوقا هينا لينا خاصة مع المريض مع الضعيف مع الطفل وحائشة رضي الله عنها استغربت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض هذاك ما كان بذاك الرفق وإنما كان سؤاله سؤالا مختصرا كما سيأتي معنى البيان فاستغربت من ذلك لكنها لا تشعر بشيء مما يقوله الناس قالت إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول كيف تيكم يعني كيف حالكم فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت يعني بعدما بدأت تتعافى من مرضها وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع مكان في المدينة وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنفة قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا يعني تقول رضي الله عنها لم يكن من عادة العرب أنه يتخذون الكنفة في البيوت والكنيف هو المكان الذي تقضى فيه الحاجة فالعرب في ذلك الوقت كانوا يأنفون من اتخاذ الكنفة في البيوت وإنما كانوا يخرجون إلى المتبرز إلى الخلاء فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع من أجل أن تقضي حاجة وكانوا دائما يخرجون بالليل يعني من الليل إلى الليل ليس في كل وقت وإنما لهم وقت محدد المرأة تخرج معها رفيقتها فتقضي كل واحدة حاجتها ثم يرجعان تقول فانطلقت وأنا وأم مصطح ثم تشرح رضي الله عنها قرابتها بأم مصطح تقول وهي ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد منا فأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب قالت فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا بعدما قضي حاجتهما قال فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعيث مصطح لني تدعو على ولدها فقلت لها بئس ما قلتي تسبينا رجلا شهد بدرا الله أكبر عائشة رضي الله عنها بريئة طيبة طيبة ولذلك تنكر هذا المنكر تقول لأم مصطح كيف تقولين تعيث مصطح وهو رجل بدري تسبينا رجلا شهد بدرا فقالت أي هنتاه ألم تسمعي ما قال يعني المرأة تقولها يا مسكينة أنت ما يا هنتاه هذه كلمة شفقة ورحمة ألم تسمعي ما قال أي ما قال مصطح قلت وماذا قال فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت فازددت مرضا إلى مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم كعادتي قلت أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما لأنه استأذنت من الرسول صلى الله عليه وسلم على عادة المرأة الصالحة في أن تذهب إلى بيتي أبيها فتقضي حينا قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي وأمها هي المرأة الصالحة الطيبة أم رومان ابنة عامر رضي الله عنها فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس يعني ما الذي يدور فقالت أي أمها أي بنية هوني عليك فوالله لأقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثر عليها يعني أمها تقول لها يعني هوني عليك الأمر يسير فأنت شابة وضيئة عند زوج يحبك هو خير الأزواج صلى الله عليه وسلم ولك ضرائر وهؤلاء الضرائر يكون بينهن من التحاسد والتباغض والتقول ما بينهن وحاشا أمهات المؤمنين رضوان الله عليه فوالله ما خاضت في الإفك واحدة منهن لكن أم رومان تتكلم على العادة على ما جرت به عادة الضرائر فقلت سبحان الله يعني عائشة فقلت سبحان الله أبقد تحدث الناس بهذا قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي في بعض الروايات بأن عائشة رضي الله عنها سألت أم مصطح قالت لها وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالذي يقوله الناس قالت نعم قالت وقد علم أبو بكر قالت نعم يعني هي رضي الله عنها كانت آخر من بلغه حديث الإفك قالت فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه له من الود فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدق الخبر طيب ها هنا إخوتي أخواتي نقف النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الشورى يعلمنا الشورى حتى في خاصة أنفسنا نبي عليه الصلاة والسلام ما قال والله هذا شأن عائلي يخصني وأنا أصنع ما أراه صوابا لا دا الاستشار ثم ثانيا يعلمنا صلى الله عليه وسلم ألا نستصغر ذا العقل لحداثة سنه فإن أسامة رضي الله عنه إذ ذاك شاب حديث السن حديث السن ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره طيب أسامة رضي الله عنه أشار إشارة الإنسان كما يقال الذي يرى الصورة من بعيد الإنسان المحايد وأشار بالذي يعلم عن عائشة من الخير وبما يحمل لها من الود أما علي رضي الله عنه فهو رجل من أهل البيت هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمة وهو الذي تربى في بيته النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ولذلك يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤرق وأن الأمر قد طال شهر كامل والمدينة تغلي كما يغلي المرجل بحديث الإفك والناس يخوضون فيه فعلي رضي الله عنه يريد أن يضع حدا لذلك ما تكلم في عائشة بشيء يعيب أو بأمر يريب وإنما قال له يعني يرشده إلى الحل يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ثم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هناك خادمة تخدم عائشة رضي الله عنها هذه الجارية سلها تصدق يعني توطيك الخبر اليقين فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها إن بمعنى ما ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أي أنكره عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله يعني تقول له والله عائشة ما فيها عب سوى أن تدبيرها لأمور البيت فيه شيء من خلل بأنها تعجل العجين ثم بعد ذلك تنام عنه ما تخبزه فتأتي الداجن أي الماعز فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعثر من عبد الله بن أبي بن سلول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام خرج إلى المسجد وصعد المنبر وبدأ يكلم الناس بأن هذا الرجل دون أن يسميه قد أهثاني أذية بالغة يتكلم في عرضي والإنسان السوي خير له أن يقال قد ماتت زوجتك من أن يقال له إنها قد زنت أو إنها قد فحشت أو إنها تماشي الرجال وما إلى ذلك فما بالكم بسيد الناس عليه الصلاة والسلام وأعظمهم غيرة صلوات الله وسلامه عليه وأقواهم شخصية نبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيته فوالله ما علمت على أهلي إلا خير ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير وما كان يدخل على أهلي إلا معي يعني يقول سبحان الله هذا الرجل تكلم عن عائشة والله ما علمت على عائشة إلا خير وتكلم عن صفوان والله ما علمت على صفوان إلا خير وما كان صفوان يدخل بيتي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وهو سيد الأوس فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك يعني يقول له والله الأوس أنا كبيرهم الآن نضرب عنقه ونريحك هذا الذي أذيك وأما إن كان من الخزرج فلا سلطان لعليهم تأمرنا بالذي تريد فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة لكن احتملته الحمية هو يعرف بأن عبد الله بن سلول من الخزرج فقال لسعد بن معاذ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين يعني يقول له عبد الله بن سلو المنافق أنت لما تجادل عنه فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجد بأن الأمر قد ثارت فيه حمية الجاهلية فخفض الناس وسكتهم زكرهم بالله واكتفى عليه الصلاة والسلام بالذي قال تقول عائشة رضي الله عنها وبكيت يومي ذاك لا يرقأ لي دم ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي يعني رضي الله عنها لا تهنأ بطعام لا تهنأ بمنام تبكي الليلة والنهار وأبو بكر رضي الله عنه كان في غاية الأسى يقول والله ما رمينا بهذا في الجاهلية أفنرمى به في الإسلام لما كنا أهل جاهلية ووثا والله ما تهمنا بفاحشة الآن حين أكرمنا الله بالإسلام يحصل هذا قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي مرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي رضي الله عنها جاءت هذه المرأة الأنصارية تواسي أمنا رضي الله عنها في مصيبتها وكلهن يعلمنا ما عليه عائشة من الفضل والأدب والحياء والخفر والديانة والصيانة وأنها ربيت في بيت كريم ونشأت بين أبوين فاضلين فجاءت هذه المرأة الأنصارية تبكي قالت فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء هنا إخوتي وأخواتي نقف وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء ها هنا نعلم يقينا أن القرآن كلام الله أن القرآن وحي الله أن محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في عرضه وتكلم في زوجه وليست كسائر أزواجه بل هي أحب الناس إليه وكان يعلن هذا على الملأ عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها وكان نساؤه يعلمنا أن عائشة هي أحبهن إليه نبي عليه الصلاة والسلام يتكلم الناس بالإفك ويخوضون فيه وعبد الله بن أبي بن سلول يجمع الحديث ويفرقه ويغذيه وينميه من أجل أن يطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنة نجلاء نبي عليه الصلاة والسلام يمكث شهرا كاملا مؤرقا وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه كذلك مؤرق وعائشة في أرق وصفوان حتى إن صفوان رضي الله عنه من شدة غضبه لقي حسانا حسان بن ثابت وكان حسان رضي الله عنه ممن خاض في الإفك ممن خاض في الإفك وإن كان بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وجلد الحد وأنشد أبياتا من الشعر يثني على أم المؤمنين حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات الفواضل عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائلي فإن كان ما بلغت أني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي فكيف ودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل له رتب عال على الناس فضلها تقاصر عنها سورة المتطاول يمدح عائشة رضي الله عنه وكانت عائشة تقول إني ما ذكرت أبياتا لحسان ينافح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثلت بها إلا رجوت له الجنة يقول مخاطبا أبا سفيان بن الحارث هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم الفداء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لاعب فيه وبحري لا تكدره الدلاء فالمقصود بأن شهرا كاملا نبي عليه الصلاة والسلام يتحمل هذا الأذى والوحي لم ينزل عليه لو كان القرآن من تأليفه هو كما يقول المتخرصون كان من أول ليلة من ثاني ليلة بعد خمسة أيام يكتب آيات ويبرئ عائشة رضي الله عنها لو كان عليه الصلاة والسلام يتقول بعض الأقاوين لقال للناس إني رأيت فيما يرى النائم أن عائشة رضي الله عنها بريئة لكن أبدا نبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة لبث شهرا لا يوحى إليه في شأنه شيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه وها هنا نستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب لأنه يقول لها إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توبي إليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وقال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة يعني الله أكبر صارت كالأسد الهصور الذي يتهيأ للدفاع عن نفسه ذهب ذلك الدمع وانتهى ذلك البكاء والتفتت لأبيها فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أدري ما أقول فقلت لأمي أجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولنا أن نتصور إخوتي أخواتي امرأة تطعن في عرضها وهي شابة حديثة السن تطلب من أبيها أن يدافع عنها فيقول لها لا أجد ما أقوله تطلب من أمها تقول لا أجد ما أقوله وزوجها عليه الصلاة والسلام يقول لها إن كنت وإن كنت قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به وَلَا إِنْ قُلْتُ لَكُمْ عَلَا فِرَاشِي قالت وَأَنَوَ اللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ وَاللَّهِ ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله فيي بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها الله أكبر لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم تقول رضي الله عنها ما كنت أحلم بأن ينزل الله فيي قرآن يتلى إلى يوم القيامة أقصى ما كنت أرجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى في منامه رؤيا يعلم منها أني بريئة ولذلك كانت تقول رضي الله عنها فضلت بعشر عندي عشر خصال لا يشاركني فيها أحد من العالمين لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيري ولم رأت أبواها مهاجران غيري ونزل الملك بصورتي في كفه ونزلت براءتي من السماء وكان الوحو ينزل عليه وهو في فراشي وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد وقبض في بيتي وفي ليلتي وكان رأسه بين سحري ونحري ودفن في بيتي هذه خصائص لعائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيرها كل زوجاته انتداء من أولهن خديجة وانتهاء بآخرهن ميمونة بنت الحارف الهلالية رضوان الله على الجميع كلهن ثيبات لم ينكح بكرا غيري ولم رأت أبواها مهاجران غيري أبوها صديق هذه الأمة وأمها أم رومان ابنة عامر رضوان الله عليهما كلاهما مهاجران ونزل الملك بصورته في كفه نبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة أريتك في المنام الملك يحمل صورتك في سرقة أي في قطعة من حرير يقول هذه زوجتك فأقول إن يرد الله خيرا يمضه ونزلت براءتي من السماء أي في هذه الآيات من صورة النور وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد نبي صلى الله عليه وسلم يغتسل معائشة من إناء واحد حتى يقول لها دعي لي وتقول له دع لي يعني اترك لي شيئا من الماء وهي تقول اترك لي شيئا من الماء وتقول رضي الله عنها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه أي ما قام ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي البرحاء يعني الحر وسخونة حتى إنه لا ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتي لأن الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحدر منه العرق حين ينزل عليه الوحي من ثقل القول الذي أنزل عليه في بعض الروايات بأن عائشة قالت فنظرت إلى أبوي فإذا نفسيهما تكاد تخرجان يعني أبو بكر أم الرومان على نفسهما واشتد كربهما خشية أن ينزل الوحي مصدقا الفرية التي روجها أهل الإفك أما عائشة رضي الله عنها فهي مطمئنة ساكنة ولذلك مثلا الطلب في الامتحان قبل أن توزع أوراق الأسئلة فتجد من كان مستذكرا دروسه وافقا من معلوماته جالسا قرير العين هادئا نفسي مطمئن البال وأما الآخر ذاك الذي أهمل وضيع تجده زائغ البصر شديد الكرب وقد تعالى الدقات قلبه ينظر يمينا وشمالا لعل مغيثا يغيثه عائشة رضي الله عنها مطمئنة قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك كان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك الله أكبر اللهم لك الحمد فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل هو الذي أنزل براءتي سيد عائشة ها هنا تمارس شيئا من الدلال ورد الاعتبار أمها الصالحة الطيبة تقول يا قومي إلى زوجك يعني شكريه فتقول له ما أحمد إلا الله هو الذي برأني جل جلاله قالت وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم عشر آيات فأنزل الله هذه الآيات في براءتي قالت فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله عز وجل ولا يأتي لأولو الفضل منكم والسعى إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر والله إني لا أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا قالت عائشة هذا كلام مهم إخوتي وأخواتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب من تجحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري يا زينب ما علمت أو ما رأيت أو ما بلغك فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا الله أكبر قالت عائشة وهي التي كانت تساميني أي تنافسني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله تعالى بالورع وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلكت حمنة بنت جحش كانت زوجة مصعب ابن عمير رضي الله عنه فلما استشهد في أحد تزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وزينب من تجحش رضي الله عنها عصمها الله بالورع رغم أن عائشة ضرتها لكن قالت أحمي سمعي وبصري لذلك لما ماتت وكانت أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد موته قالت عائشة ما رأيت امرأة أورع ولا أتقى ولا أنفق لذات يد من زينب بنت جحش سوى سورة من غضب كانت تعتريها تسرع منها الفيئة يعني عائشة تشهد لزينب تقول امرأة ورعة تقية كريمة منفقة وبعد ذلك فيها عيب وهي أنها سريعة الغضب لكنها سريعة ألا الفيئة يقول محمد بن شيهاب فهذا منتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهد وهذا الحديث إخوتي أخواتي في الصحيحين رواه البخاري ومسلم ويلخص موضوع هذه الآيات العشر التي أنزلها الله عز وجل في براءة أمنا عائشة سيأتي معنا الكلام إن شاء الله في معاني مفرداتها سيأتي معنا الكلام أيضا في بيان أوجه القراءات في قوله لا تحسبوه وفي قوله والذي تولى كبره ثم سيأتي أيضا الكلام عن بعض نكة التفسير في هذه الآيات ثم المستفاد منها أسأل الله عز وجل أن يسلم قلوبنا وألصنتنا من الخوض في صحابة نبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا حبه وحب أمهات المؤمنين اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونبقى مع فاصل نرجع بعده للإجابة على أسئلتكم فكونوا معنا نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أخونا عبد الله موسى يقول في الحديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات إلى آخر الحديث سألي هو ما معنى أو المقصود من عنوهات نعم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات وفي رواية ولا وهات بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم ذاك الذي يبخل بما وجب عليه من الحقوق ويطلب ما لا ينبغي له طلبه يعني هو دائما هاتي 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 يريد أن يأخذ وفي الوقت نفسي يمنع ما وجب عليه سواء كان حقا لله كالزكوات والنذور والكفارات أو ما كان حقوقا للبشر كالنفقة على الزوجة والعيال وكذلك النفقة على الوالدين إن كان بحاجة إلى أن نفق آمنة محمد هل الزكاة واجب إخراجه على المستطيع وغير المستطيع؟ هذا ما يتأتى يا آمنة ما يكون الزكاة واجب وهو غير مستطيع لا وإنما الوجوب منوط بالاستطاع في أي شيء يعني الصيام من شروط وجوبه القدرة أما من كان مريضا أو كان شيخا كبيرا أو كان مسافرا فهؤلاء جميعا الله جل جلاله قد خفف عنهم الصلاة من قيام هذه واجبة فمن لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا ويصلي على جنب إن لم يستطع القعود فكذلك الزكاة واجبة على المستطيع من هو المستطيع؟ هو من ملك نصابا وقد حال عليه الحول من ملك نصابا من الإبل أو البقر أو الغنام أو النقود أو ملك نصابا في عروض التجارة وحال الحول القبري هذا مستطيع وكذلك لو أنه إنسانا زرع وكان الزرع يوم حصاده بالغا نصابا أيضا يجب علي أن يخرج زكاته يوم حصاده حساب فيسبوك هل من أعمال أبر بها والدي بعد موتهما أو والدي وهل بر أصحاب الوالد من بره؟ نعم نبي عليه الصلاة والسلام سئل هل بقي علي شيء من بر أبوي بعد موتهما؟ فذكر خمسة أشياء الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة رحمهما مطلوب منك الدعاء رب ارحمهما كما ربياني صغيرة والاستغفار رب اغفر لي ولوالدي ولذلك قال بعض السلف من صلى ودعا لوالديه فقد عبد ربه وبر والديه الصلاة عبادة لله والدعاء في الصلاة بر للوالدي ثم إكرام صديقهما شوف أصدقاء الوالد شوف صديقات الوالدة فتكرمهما ثم الإنفاذ عهدهما أي الوصية ثم صلة رحمهما أحمد المبشر يقول مررت بموقف أثر في نفسي جدا وأريدني سيانه هل من طرق تساعدني يا أحمد أسأل الله أن يفرج همي وهمك وأن ينفس كربي وكربك والسامعين والسامعات والمشاهدين والمشاهدات يا أخي من تذكر الموت هان عليه كل شيء إنسان إذا تذكر الموت يهون عليه كل شيء لو كان مديون لو كان إنسان أساء إليه أو أهانه أو حقره لو كان فقد من الدنيا شيئا متى ما تذكرت الموت هان عليك فأكثر من ذكر الموت هذا هو الدواء أكثر من ذكر هادم اللذات أو هاذم بالذال وهو القاطع أكثر من ذكر هاذم اللذات الموت فإنه ما ذكر في قليل إلا كثرة ولا في كثير إلا قللة وسيم النجار إذا أحب الرجل أخاه يقول له إني أحبك في الله أما إذا أضغضه أو كرهه ماذا يقول له يا وسيم نبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابي رسول الله إني أحب فلانا في الله فقال له أخبرته قال لا قال أخبره إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني يحبك في الله وليقل له أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه وأما إذا أبغطته فلا تخبره بشيء اللهم إلا إذا كان في إخبارك إياه مصلحة بمعنى أنك أبغطته من أجل أعماله التي يبغضها الله وأنت ذو تأثير عليه فتقول لو أنا أبغطك في الله لأنك تفعل كذا وكذا وكذا قد علمت أن ذلك يؤثر فيه ويحمله على تعديل سلوكه فهذا يكون جيد ياسر التوم ما هو زواج المتعة والزواج العرف وما الفرق بينهما حب ذا لو بالتفصيل لا يا ياسر ما نستطيع التفصيل لكن باختصار زواج المتعة هو زواج المؤقت زواج المؤقت بمعنى أنك تتزوج لمدة شهر أو لمدة سنة أو لمدة ستة أشهر وينص على ذلك في العقد هذا زواج باطل بإجماع المسلمين وما خالف في ذلك إلا الرافضة هذا الزواج حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأكد تحريمه يوم الفتح ومن رواتب تحريم علي رضي الله عنه هذا هو زواج المتعة زواج مؤقت والأصل في الزواج التأبيد تأبيد بأنه يراد به الديمومة والاستمرار لكن بعد ذلك لو قدر الله أن يحصل طلاق فذاك شأن آخر لكن من البداية ما ننص على مدة وأما الزواج العرفي فيختلف باختلاف البلاد في بعض البلاد الزواج العرفي زواج شرعي كامل يعني بحضور الولي والشهود وحصول إشهار لكن ما يسجل في الأوراق الرسمية عند الدولة لأن الزوجة أحيانا يكون عندها معاش عندها راتب تقاعد من الزوج الذي مات وعندها أطفال تنفق عليهم من هذا الراتب التقاعد والقانون الظالم ينص على أنها لو تزوجت فإن هذا الراتب يخصم يذهب تحرم منه هي وأولادها وهي محتاجة للزواج والزوج الثاني هذا ما عنده طاقة ينفق على هؤلاء فيضطرون إلى عدم تزييل هذا زواج صحيح أما الزواج العرفي في بلاد أخرى فإنه يقصد به بأن البنت تقيم علاقة مع شاب كما يسمونها حب وبعد ذلك يحصل بينهما زواج بدون ما يعلم وليها ولا أهلها تقول لو زوجتك نفسي ويقول لا قبلت الزواج أو يقول لا زوجيني نفسك تقول له قبلت ويكتبان ورقة ويكون يعني يشهد عليها أثنين من النفس الشلة هذا ليس زواجا هذا ليس زواجا هذا زناء أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي والدي وترك لنا عمارة وترك ستة أولاد خمسة منا اتفقنا على أن تبقى العمارة لنا ولا نبيعها وأيدتنا الوالدة برأيها ورفض منا واحد وقال نبيعها ماذا علينا أن نفعل ما الحكم في ذلك الحكم بأن نصيب هذا الذي يريد أن يبيع ينبغي لكم أن تعطوه إياه يعني هذا الشخص ننظر في نصيبه يعني الوالدة لها الثمن والسبعة أثمان تقسم عليكم أنتم الستة للذكر مثل حظي الأنسيين طيب ننظر في نصيب هذا المصر على البيع ويقوم وذلك لكم أنتم حق الشفعة تدفعون له هذا المال فهذا ملكه وهو حر نعم تنسيم وليد هل الأخذ بالرخص في الأسفار والأمراض من إفطار الصائم وتقصير الصلاة واجب لا لكنه أفضل الحمد لله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا سنة نبينا سؤال أخونا منير الهادي وأخونا إبراهيم خليل وأخونا محمد خضر محمد وسؤال من فيسبوك هذا كله إن شاء الله يأتي معنا في لقاء الغد لأن الوقت قد انتهى اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس قروبنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان اشتركوا في القناة